السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هنواصل بقية الشابتر الثامن اللي هو عنوانه Kinematics of Particles طيب في المحاضرة الثانية هذي من الشابتر الثامن هنشوف اول شي Liniform Rectinian Motion وبعدين هنشوف Liniform Accelerated Rectinian Motion هنبدأ باول شي اللي هو Liniform Rectinian Motion هناخد المثال التالي اللي هو يتمثل في سيارة يعني هتنطلق من Position X0 هتروح على Position X بعد Time T خلال الزمن T لكن السرعة اللي هتتحرك بيها السيارة هذي هتكون ثابتة يعني Constant طيب من خلال المثال هذا عاوزين نجيب XT حسب Time T طبعا عارفين أنه DX على DT يساوي Velocity V اللي هي ثابتة Constant طيب لو ناخذ المقص هذا يعني تصبح DX تساوي V في D في DT يعني شايفين DX تصبح V في DT وبعدين نجيب التكامل في النحيتين لكن التكامل هذا متعة X يعني المتغير متاحها من X0 للX لكن هنا التكامل المتغير متاعها من Time 0 للTime T شايفين هنا Velocity يعني برا التكامل ليش لأنها Constant لأنها ثابتة طيب هذي شو بتعطينا بتعطينا أنه X-X0 X-X0 تساوي Velocity في Time T Velocity في Time T طيب من خلال المعادلة هذه على طور نقدرنا يعني نستخلص Position X يعني لما إروح هذا هنا بيصبح Plus تصبح X0 يعني Plus VT يعني X تصبح X0 Plus VT هذه هي المعادلة بتاع Position X لما تكون يعني Velocity ثابتة أما الحين حنشوف العكس يعني لما تكون التسارع يعني ثابت مثلا الشيء هذا حيتحرك بالPosition X0 حينطلق Velocity V0 حيوصل على Position X بالVelocity V لكن التسارع هي هي حيكون تسارع ثابت من خلال مثل هذا عاوزين نجيب يعني المعادلة متعة Velocity على حسب Time T طيب عارفين أنا DV على DT يساوي التسارع يعني التسارع بيكون معطل هو هنا في الحالة هذي بيكون ثابت عشان كده اسمه Eniformly Accelerated يعني حتكون التسارع ثابت لو نجيب المقص بتكون كيف بتكون DV تساوي A في DT شايفين DV تساوي A في DT بمنهل A ثابت عشان كده هي بره التكامل ونجيب التكامل ما بين V0 والV وهنا Time ما بين 0 والT طيب المعادلة هذي بتعطينا بتعطينا V ناكس V0 V ناكس V0 تساوي A في DT طبعا هذه ماينس لما تروح من ناحية هذه تصبح بلاس على طول بنجيب القيمة تصبح V0 بلاس AT يعني هذه هي المعادلة بتاعت الVelocity لما يكون التسارع بيكون تسارع ثابت لكن ما ننسى أن الحركة لازم تكون حركة مستقيمة طيب هنواصل في نفس الحالة يعني هتبقى تسارع ثابت لكن الهدف هننا بنجيب الPosition X منذ حين جبنا الVelocity V لكن الحين هنجيب الX طيب زي ما عارفين أنه V تساوي DX على DT وليحنا منذ حين جبناها الVelocity لما تكون سرعة ثابتة هي تساوي V0 بلاس AT هذه أول قانون شفناه في محاضرة اليوم يعني على طول بنجيب يعني طريقة الميقص بتكون DX تساوي DT في هذا كل يعني هذه DX شايفين أنه V0 بلاس AT اللي هي هذه ضربناها في DT زي ما كم شايفين طيب التكامل منين من 0 من X0 للX وهنا التكامل بين الTime حيكون من 0 للT هذه شو بتعطينا أول يعني تكامل يعني X ناقص X0 والثانية بتعطينا V0 وهذه AT بتصبح نص AT سكوار يعني هذه كلها اللي هي يعني المعادلة لكن هنا عنا ماينس X0 تروح بالنحية هذه بتصبح بلاس على طول بنجيب X يعني X تصبح X0 بلاس V0 T بلاس نص AT سكوار هذه هي المعادلة يعني بتاعت الـ X لما تكون يعني حركة مستقيمة ولكن لازم التسارع بيكون تسارع ثابت طيب الحين هنشوف المثال التالي لكن في نفس الإطار لما تكون السرعة أو التسارع حفوا بيكون يعني ثابت السيارة هذه هتنطلق من Position X0 هتوصل على Position X أوكي الـ Velocity هتبدأ بالVelocity V0 هتوصل إلى Velocity V ايش الهدف من سلايد هذا انك نجيب العلاقة ما بين Velocity V والVelocity V0 هايش العلاقة ما بين ها طيب احنا عارفين انه Velocity هي تساوي DX على DT على طول طريقة المقص بشو بتيجي لو نجيب DT مثلا بشو بتصبح DT DT بتصبح DX على V شايفين DX على V ونعرف انه التسارع يساوي DV على DT أوكي هنا جبنا قيمة DT وهنا موجودة DT شو رايكم ونحوذ القيمة هذه ما كان هذه لكن هذه جاية من تحت يعني حتكون العكس يعني حتكون واحد على DT حيكون LV على DX لشان كده هذه هي الواحد على DT بنعوذ ها بالV على DX اللي هي هايش شايفين هذه نفسها واحد على DT وDV هذه نفس DV يعني A بتصبح VDV على DX بعدين نعرف أن VDV تساوي التسار اللي هي شي ثابت طبعا بناخد طريقة الميقص شو بتصبح وبتصبح هذه في هذه تساوي هذه في هذه يعني VDV اللي هي هاي تساوي كم تساوي A في DX زي ما شايفين بعدين بنجيب التكامل نطبق التكامل على المعادلة هذه طبعا التكامل متغير هنا DV تصبح ما بين V0 والV وهنا بما أن هذه بتكون برة تكامل شايفين والDX بتكون من X0 X طبعا المشتق أو عفوا التكامل بتاع VDV يساوي نص V2 يعني هيكون نص V2 ناقص V0 وهذه التكامل بتاعها طبعا نعطينا X ناقص X0 طبعا خلال المعادلة هذه نضرب الاثنين هنا تصبح V0 سكوار بتروح من ناحية هذه تصبح V تساوي V0 سكوار بلاس 2A X منس X0 طيب شو رأيكم المسافة هذه بمنها معلومة المسافة ما بين X0 والX بنسميها D لأنها مسافة معلومة بتكون يعني معلومة بنعوض هذه بالD لما نعوض ها بالD بنجيب V كم تساوي V اللي V بتكون V0 سكوار بلاس 2A D 2A اللي هي هذي كلها D تحت الجذع التربية بنجيب V يعني هذه قيمة V0 حسب V0 والتسارع لكن هنا ما ننسى أنه يعني ما ننسى أنه التسارع يساوي ثابت يعني القانون هذا هنحتاجه لكن لازم يكون التسارع ثابت طبعا الحركة بتكون حركة يعني على خط مستقيم طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته